أكد عضو لجة نزهة نيابية يوسف الكلابي لبرنامج ثامنة أن وزير النفط يدير الوزارة بطريقة الهدم وتكريس للفساد وأن الوزير ينتهج سياسة خاطئة مثل الذي سبقوه في إدارة الوزارة مشيرا إلى أن قلب الفساد في وزارة النفط هي دائرة عقود وترخيص البترولية الوزير الحالي طريقة بإدارة الوزارة هي طريقة هدم بل طريقة تكريس السياسات الخاطئة التي انتهجها من سبقوه وبالنتيجة حتى من بلغنا شك مواشرة على فساد بعض المدراء العامين تفاجئنا أن هذا المدير عام كان مدير عام بالوكالة وإذا يصدر القائمة مال الدرجات الخاصة المصادقة والتي أصبحوا بالأصالة وإذا هذا المدير عام الذي ضربناه مثال أمام سبع نواب ومحظر الوزير يثبت أنه هو مدير عام بالأصالة يعني معناته مكافحة الفساد في وزارة النفط عكسية الذي تقول له هذا موزير أنه يثبت وعدنا مثالي كان المثال الأول هو قلب الفساد أو قلب مؤسسة الفساد أو أكبر مشكلة للفساد في وزارة النفط هي دائرة العقود والتراخيص البترولية المسؤولة على جولات التراخيص المسؤولة على صياغة عقود جولات التراخيص المسؤولة على تفسير الإشكالات في عقود جولات التراخيص المشرف الأساسي على المصادقة على فواتير شركات الأجنبية في جولات التراخيص شكرا